اشتركوا في القناة هي ثقافة الاختلاف وثقافة الرياضة وازاي لكل واحد بيشتغل تحت مظلة مصر لازم يكون يعرف يعني اسم مصر مهم جدا 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 ان احنا هنا في قناة الاهلي دايما اكيد بنشجع لعابتنا رقم واحد في النادي الاهلي واكيد بندور على لعابتنا في كل حتة عشان نديهم السابورت هندور على فرقنا وهندور على جماهرنا وهندور على كل حاجة وهناخد حقنا من داخل قناة الاهلي بالصحة وبالأصول مهم جدا ان احنا بديدي سابورت لمنتخبات المصرية بالذات لان المنتخبات مصر هي مصر لما نجيب سيرة مصر بنتكلم على مصر كلنا بنقف صف واحد تعظيم سلام لمصر عشان مصر بتلعب ما عندناش اهلي ولا زمالك ولا اتحاد ولا اي نادي في مصر عندنا عالم بلدنا اللي بنحطه قدامنا ونتكلم عليه زي النهاردة النهاردة عندنا حتتين هنتكلم فيهم حتين مهمين بس الاولاني حاجة مشرفة جدا لمصر اللي كلنا بنفخر اللي احنا منتمين اليها ونفخر ان احنا عندنا جيل قوي جدا في الكرة الطيرة النهاردة زي ما احنا فرحنا بجيل الاتحاد اليد وكرة اليد المصرية تالت العالم وفي نفس الوقت كمان بنتكلم على كاس العالم اللي كسبوه موريد الفين النهاردة بنتكلم على ظاهرة اخرى حصلت في مصر على ارض مصر بس فين مع فريق تحت 19 سنة للكرة الطيرة ما شاء الله عليهم بلعبوا بطولة العالم في تونس برضو كانوا في الضل نفس الكلام بس النهاردة المفاجأة كبيرة جدا بلعب في المجموعة الثالثة بقيادة مدير فني وطني مصري مخلص للبلد وفعل لعبين رجال النهاردة هم في المجموعة الثالثة بيعملوا اربع مباريات بالاربع مباريات مكسب اول مرة في تاريخ كرة الطيرة لمصر بنتكلم بنتكلم على على منتخب الطيرة ومنتخب الطيرة بحق اربعة اربعة فوز اربعة فوز دي ما حصلتش في تاريخ الكرة الطيرة بس بيفوز العالمين كمان منتغة بتاعة 19 سنة بيفوز على ألمانيا وبيفوز على زي بيفوز على ألمانيا وحصل تويتا مهمة جدا 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 اتحاد الألماني بيرد على اتحاد المصري بيقولوا اللي احنا مصر بطل العالم ناشيك كرة اليد بعد فوزها على ألمانيا في المباراة النهائية للبطولة 32-28 مبروك شباب مصر وكمان مصر بتهزم ألمانيا بطل أوروبا كسبنا مين بطل أوروبا في ارتتاح بطولة العالم بالشاب تونس 3-2 اتحاد الألماني كرة القدم بيقولوا لو رجال تعالوا بفريق كرة القدم اكيد ده مناوشات على سوشال ميديا بين البلدين لكن في الآخر هي دي الرياضة وده مفهوم الرياضة ان احنا قدرنا نكسب ألمانيا مع الهندبول وقدرنا نكسب ألمانيا مع منتخب الطائرة العظيم والرهيب والكبير لكل العالم حديث العالم في الكرة الطائرة النهاردة منتخب مصر للكرة الطائرة في بطولة العالم في تونس قدروا يكسبوا منتخب ألمانيا بطل أوروبا 3-2 دي في أول يوم ثاني يوم لعبوا منتخب الأرجنتين 3-1 وثالث يوم كمان بيقابلوا اليابان اليابان ده مين؟ بطل أسيا بطل قارة أسيا بيكسبهم 3-2 وآخر ماتش الحمد لله ربنا قرمنا وكسبنا المكسيك بنتيجة 3-0 يعني العلامة الكاملة ما حصلتش وقبل كده في تاريخ الكرة الطائرة منتخب الطائرة بيضم السبعة من عناصره منتخب من النادي الأهل وهم لازم نقولهم عبد الرحمن الحسيني مروان النجار عمر شريف أنس شوقي وإياد إيهاب وإبراهيم رسلان أكيد لازم نعمل مدخلة مع صاحب الإنجاز المدير الفني القدير الكابتن حسن الحسري أكيد بس هنجيبه دلوقتي على الهواء لكن دايما هنشيد بفريق الطائرة اللي فعلا متصدر مجموعته ورايح يلعب في دور 16 كمان يومين إن شاء الله بإذن الله كابتن حسن الحسري فعلا مدير فني قدر مع منتخب برضو تحت 21 سنة كاتب طولة العالم في مصر بخيادة المدير الفني البرازيلي أعتقد ساعتها وقدرنا نكسب خامس العالم أعتقد أنه هو خامة فنية رائعة خامة فنية من طراز فريد وهنا في قناة الأهلي مش بنتدور هو نادي إيه هندور إن هو بيلعب باسمه منتخب بصر يعني إيه بيلعب باسمه منتخب مصر يعني كلنا فرحانين كلنا مبسوطين إن كل الولاد دول هم ولاد مصر زي ما احنا شايفين قدامنا وكان الوزير أشرف صبحي كان متواجد في تونس في إطار اجتماعات هناك وفعلا راح تفرج عليهم على مطشين شد من أزرهم هي دي مصر هي ده المطلوب والمفروض من كل مسؤول بيكون متواجد بيدي سابورت الفرق لإن الرياضة النهاردة هي تقدم شعوب كثيرة جدا 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 نتمنى إن شاء الله بإذن الله في المرحلة اللي جاية منتخب مصر بإذن الله يقدر يعدي دور 16 عبر نحاول بس نجيب كابتن حسن الخسري من تونس لإن فعلا لازم نطلع ونتكلم معاه ونشوف ونتابع معاه مصر عملت إيه في بطولة العالم والشباب دول خلي بالكو حاجة مهمة جدا 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 زمان أو دلوقتي بنقول اللعيب الدولي لازم 40 مطش دولي و50 مطش دولي عشان يقدر ينفس المفاجأة الكبيرة منتخب الطائرة ده تم إعداده من يوم 7-5 يعني من كم شهر؟ شهرين شهرين وإيه دي يتخطى كل ده؟ عمل معسكر في بولندا خسر مطشين وكسب مطش ده قبل البطولة على طول ورح تونس عمل أربع مورات مع إيران تانية تانية فرقة كبيرة برضو أمعليش عفوا لو ذاكرها خيناني وكسب مطشين وخسر مطشين من أربع مطشات النهاردة مصر بتوصل تبقى في دور 16 أول فريق في دور 16 النهاردة منتخب الطائرة فعلا ببرك لهم ببارك للتحاد الطائرة ببارك لمصر إن عندنا شباب جميل برضو زي فريق كرة اليد وقدروا ينتصف نتمنياهم في المرحلة اللي جاية بإذن الله إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمهم حاجة مهمة إن دايما إنجازات بتيجي على إيد مدرين فنين مصريين كده فعلا ماشى زي ما قلت الرئيس بالضبط قال إحنا عايزين عايزين مدير عايزين مدير فني وطني مصري خالص ترجمة نانسي intut الخاص ترجمة نانسي قنقر